اشتركوا في القناة المتميز الذي وصلت اليه العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من تطور ونمو على مختلف الأصعدة في ظل حرص القيادة في كل البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير هذه العلاقات لا أفاق أوسع وخاصة بعد السيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعا إلى المجر الصديق في عام 2019 والتي شكلت نقلة نوعية ومحطة رئيسية لمستقبل شراكة ثنائية استراتيجية رافعة المستوى وتمخض عنها نتائج طيبة ومهمة على صعيد التعاون الثنائي بالإضافة إلى الزيارة الناجحة التي قامت بها فخامة الرئيسة كاتالين نوفاك رئيسة المجر السابقة إلى مملكة البحرين في فبراير 2023 وقال سعادة وزير الخارجية إنه عقد مع معالي السيد بيتر سيارتو اجتماعا موسعا بناءا ومثمرا تم خلاله بحث علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره وتنميته في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وأضاف أن الجانبان أكد على أهمية دور اللجنة البحرينية المجرية الاقتصادية المشتركة في تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات في كلا البلدين من جانبه أعرب معالي وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر عن اهتزازه وتقديره لما تشهده علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين والمجر من تطور ونماء في شتى المجالات منوها بدور مملكة البحرين وإنجازاتها التي حققتها خلال فترة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 وما قدمته من دعم ومساندة للمجر في تلك الفترة من خلال توثيق اللقاحات الصينية التي تم استخدامها للمواطنين المجريين ترجمة نانسي قنقر